جاستين ساكو المديرة التنفيذية للعلاقات العامة لشركة IAC كانت مجرد موظفة عادية لكن وقبيل رحلتها من لندن إلى جنوب أفريقيا تحولت إلى شخص يكرهه الملايين حول العالم بعدما غررت على موقع تويتر ذهبة إلى أفريقيا أمل أن لا أصاب بالأيدز هذه مسحة فأنا بيضاء لم يجد البعض بالتغريدة أي إساءة أما آخرون فسارعوا لانتقاد عنصرية ساكو هكذا كانت البداية ومع تداول التغريدة أصبح هاشتاك جاستين ساكو وهل حطت جاستين أم بعد من أكثر الهاشتاك رواجا لكن جاستين لم تكن تدرك ما يجري وهي لا تزال في الطائرة ما جعل شركة تؤمن الانترنت في الفضاء تسخر منها بالقول في المستقبل عندما تريد التغريدة بغباء قبل السفر تأكد من التعامل معنا ساكو وما إن وصلت إلى جنوب أفريقيا حتى صعقت بما اقترفته يداها سيما وأنها باتت على كل لسان وفي نشرات الأخبار سارعت إلى حذف التغريدة ومن ثم إلى إلغاء حسابها على موقع تويتر لكن منظمة 8 for Africa أنشأت موقع جاستينساكو.com الذي يأخذ زائره إلى صفحة التبرع لمرضى السيدة القصة لم تنتهي هنا فالتغريدة العنصرية تسببت بطرد جاستين من عملها واعتذار الشركة عن تغريدة ساكو التي لا تمثل إلا نفسها كما أكد بيان IAC جاستين انتظرت لليوم التالي لإصدار بيان اعتذرت فيه عن التغريدة لكن بعد فوات الأوان فالعالم أصدر حكمه سريعا ضدها عبر موقع تويتر نفسه فاحذروا مما تكتبونه على تويتر وفكروا جيدا قبل أن تغريدوا فتغريدة واحدة قد تجعل حياتكم جحيما اسألوا جاستين ساكو اشتركوا في القناة